دولة الإمارات العربية المتحدة إشراقة مستمرة لاتحاد أسسه الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله عام 1971 بمشاركة إخوانه حكام الإمارات ليتواصل تحت قيادة الشيخ خليف بن زايد الانهيان طيب الله ثرى في صناعة تاريخ بأحرف من ذهب لدولة الإمارات وملحمة تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وامتداداً لهذه المسيرة الاتحادية انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لأخيه الشيخ خليف بن زايد الانهيان طيب الله ثرى وجاء الانتخاب خلال اجتماع المجلس الأعلى في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور جميع أعضاء المجلس حكام الإمارات السبع وتم انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان بالإجماع بموجب الدستور وفق بيان لوزارة شؤون الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولد في الحادية عشر من مارس عام 1961 بمدينة العين وهو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان رحمه الله حيث أكمل تعليمه الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليتوجه إلى المملكة المتحدة لتلقي العلوم العسكرية في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ليتخرج منها عام 1979 وتقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد العديد من المناصب في مسيرة دولة الإمارات منها ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وساهم سمو الشيخ محمد بن زايد خلال مسيرته الحافلة في تطوير القوات المسلحة وتنمية اقتصاد دولة الإمارات مستلهما فكرة وإرث الشيخ زايد بن سلطان آل هيان والشيخ خليفة بن زايد رحمهم الله ويتولى سمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ليقودها إلى مزيد من التقدم والازدهار ويعزز مكانتها بين دول العالم رائسة دولة الإمارات العربية المتحدة